بسم الله الرحمن الرحيم طلبت وطالبات الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موعدنا مع حل قطع جديد من قطع الثانوية العامة فلنبدأ If you had your choice إبا لو كان لديك اختيارك Would you rather sit in an office all day to make a living فهل سوف تفضل أن تجلس في مكتب طوال اليوم لكي تكتسب معيشتك Or work from the comfort of your own home أو تعمل في طبعا الراحة التي موجودة في منزلك Nowadays هذه الأيام More and more businesses are allowing employees to work at least part of the week from home إبطان مشاريع تجارية أو شركات تجارية أكثر فأكثر بتسمح للموظفين بأن يعملوا على الأقل جزء من الأسبوع من المنزل The idea of telecomuting isn't that new إبطان فكرة العمل عبر الإنترنت ومن المنزل ليست جديدة And for many it's been technically possible since the internet became widely accessible وبالنسبة للعديد أو للكثيرين أصبحت تقنيا ممكنة منذ أن أصبح الإنترنت ممكن الوصول إليه بطريقة واسعة إبعا widely accessible إبعا سهل الوصول بطريقة واسعة Some employers بعد أصحاب العمل However على الرغم من ذلك Have been less willing to allow the practice For fear that employees who were not being watched Would become lazy and undisciplined إبعا على الرغم من ذلك زي ما قلنا أصحاب العمل طبعا كانوا ليس لديهم رغبة أقل لأن يسمحوا بالممارسة لأن الموظفين يعملوا من بيوتهم خوفا من أن الموظفين الذين لا يراقبون قد يكونوا قسالة أو طبعا غير ملتزمين بالقوانين بأن ديسبلين Actually بالواقع Recent evidence has shown that الدلائل الحديثة أظهرت أن These pairs are mostly unjustified بأن هذه المخاوف معظمها غير مبرر له And that businesses can actually save a lot of money وأن طعن الشركات التجارية حقا يمكنها أن توفر كثير من المال Own rent اللي بتتفاوه في الإيجار By converting more of their staff over to telecommuters بأنها تحول أكثر تحول أكثر من هيئة العملين بتاعها للعمل عبر الإنترنت من المنزل In a normal telecommuting situation إذا في موقف عادي للعمل عبر الإنترنت من المنزل A worker will be given assignments العامل سوف يعطي مهام طعن شان يعملها أو زي واجبات And ask to complete them or report on them ويطلب من إن هو يستكملها أو يكتب تقرير عنها As in any other office job مثلها مثل أي وظيفة مكتبية أخرى The major difference is that الاختلاف الكبير هو أن Most communication is done using the telephone معظم الاتصالات بتتم باستخدام التلفون Email والemail and innocent messaging والرسائل السريعة Some employers allow workers to choose which hour they will work بعض أصحاب العمل بتسمح للعمل لأن يختاروا الساعة التي سوف يعملون بها Others آخرين required them to be online during a normal work day بيتطلب منهم بأن يكونوا عبر الإنترنت أثناء ساعات العمل العادية Either way أي من الطريقتين Most telecomputers have the freedom to work from home or whatever else they would like المعظم اللي بيعملوا عبر الإنترنت من المنزل لديهم الحرية لأن يعملوا إما من المنزل أو من أي مكان آخر يريدونه Yet ومع ذلك Telecomputers often find that their freedom comes with a cost إبعاً بيعملون عبر الإنترنت من المنزل غالباً ما يجدوا أن حريتهم تأتي بتكلفة أو بثمنة Those who work outside the office may discover that هؤلاء الذين يعملون خارج المكتب ربما يكتشفوا أن Their employers are more willing to ask them to work long or strange hours لأن أصحاب العمل بتاهم ممكن يكون لديهم الرغبة أكثر لأن يطلبوا منهم لأن يعملوا ساعات طويلة أو ساعات غريبة In situations where there are other family members at home في المواقف اللي بيكون فيها أفراد أخرى من الأسرة في المنزل It can't be difficult to keep work life and home life separate ثاني It can't be difficult يكون من الصعب بأن أنت تحتفظ بالحياة العملية والحياة المنزلية منفصلين إبعاً لتنين طعم بدخلهم في بعض إبعاً لإن situations where there are other family members at home إبعاً مواقف اللي بيكون فيها أفراد من الأسرة آخرين في المنزل بيكون من الصعب أن أنت تحتفظ طعم بالحياة العملية والحياة المنزلية منفصلين عن بعض They don't spend enough quality time with those whom they look after ولا يقضون وقت طبعاً quality time دلوقتي الإنسان بيقضيه مع أفراد أسرته فبيسموه quality time إبعاً وقت الجودة مع هؤلاء الذين يعتني بهم نشوف الأسئلة وإجابتها مع بعض أول سؤال The central idea of the passage could be بل الفيكة المركزية للقطع ممكن أن تكون دعنا تبع الإجابة Benefits the companies get from having telecommuters يبقى الفوائد اللي الشركات بتحصل عليها من نتيجة أن لديهم موظفين يعملون من المنزل عبر الإنترنت عندي بعد كلا السؤال رقم 19 Which options accurately describe the elements of telecommuting إبعاً أي اختيار بدقة بيصف عناصر العمل من المنزل عبر الإنترنت ثانية تبع الإجابة لطرد The employees are often asked to do work as if they were in the office إبعاً الموظفين غالباً ما يطلب منهم أن يعملوا العمل أو يقوموا بعملهم كما لو كانوا في المكتبة إبعاً Employees are often asked to do work as if they were in the office 20 What does the underlined word quality time refer to والنقوالة تايم لوقت الجودة ده بيقصد به الوقت للإنسان بيقضيه مع أفراد أسرته إبعاً طعنا تبع الإجابة لطرعه The time spent with the children at home إبعا الوقت الذي يقضى مع الأطفال في المنزل 21 The word innocent has the same meaning as إبعاً لكلمة innocent اللي هي في الحال لها نفس المعنى طعنا تبع زي immediate اللي هي في الحال 22 What does the word telecommuting mean طعنا واضح معناه في الكتعة لأن الناس اللي بيعملهم من المنزل عبر الإنترنت إبعاً تبع الإجابة do business online إبعاً يقوم بعمله عبر الإنترنت 23 The main idea of the last paragraph is الفيقة الرئيسية للبارغراف الأخير هي طعنا تبع الإجابة the downsides of telecommuting إبعاً مساوى العمل من المنزل عبر الإنترنت 24 According to the passage employers اللي طبقاً للكتعة أصحاب العمل طعنا تبع الإجابة لترضي don't have the right to fear of the idea of telecommuting إبعاً ليس لديهم الحق لأن يخافوا من فكرة العمل من المنزل عبر الإنترنت 25 Which one of the following accurately paraphrased information in the passage أي من الجمل التالية طعنا بدقة بتعيد صياغة المعلومات اللي في القطعة طعنا تبع الإجابة letter C ليتي لكم يوتر the half flexible working hours إبعاً الذين يعملون من المنزل عبر الإنترنت لديهم ساعات عمل مرنة شكراً لحضرتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة